نقول نتيجة ماتش بالميراس نقول طبعا حضرتكم قدرتوا ان انتم تسوتوا على افضل ثلاث لعيبة في مباراة الاهلي بالميراس ويمكن كان المركز الاول من نصيب النجم اسد النادي الاهلي كابتن الشناوي اللي قدر انه هو ياخد ثلاث نقاط في التصويت ده بعد ذي جي في المركز الثاني يعني اللاعب اللي بقاله فترة مستوى سيه بتقدم يعني مستوى كبير قوي فقدام بارني ميونيخ طبعا كابتن محمد هاني وجه في المركز الثالث كابتن علي كابتن بدر بنون الشناوي هاني بدر بنون افضل ثلاث لعبين حضراتكم اللي اخترتوهم في مباراة الاهلي والميراس الاخيرة وبكده جدول الترتيب بيتغير الى حد ما طبعا ايمن اشرف بيحافظ على مركزه الاول برصيد عشر نقاط بينضم لي دلوقتي بعد ما خد نقطة نتيجة التصويت في المطش الاخير كابتن بدر بنون عشان يكون في المركز الاول مكرر ايضا برصيد عشر نقاط والاثنين ليهم 13 مشاركة علي معلول في المركز الثالث برصيد 9 نقاط 12 مشاركة كهربا في المركز الرابع 8 نقاط وكهربا الحقيقة غايب عن الان يعني على الرغم انه كان مكتسح في شهر 12 تصدر جدول الترتيب فاس بافضل لاعب في شهر ديسمبر لكنه من بعد ديسمبر غاب نتمنى انه يرجع مرة تانية بقوة ما زال بيحافظ على رصيد 8 نقاط اللي حققهم في شهر ديسمبر وراء منه اليو ديانج برصيد 6 نقاط وليد سليمان رغم خلة المشاركة مرة تانية برصيد 6 نقاط برضو الشناوي قدر انه هو يبقى يسعد في المراكز وياخد 6 نقاط بعد دي محمد هاني برضو اللي صعد وبقى في رصيده 5 نقاط بعدين محمد مجدي أفشا اللي تراجع يمكن في المراكز وبقى معاه 5 نقاط وحمدي فتحي برصيد 4 نقاط محمد شريف 3 نقاط عمر السلية نقطتين وأكرم توفيق نقطتين أكرم توفيق من اللعيب يمكن شارك في 9 مرئات بس برضو فتفرق يعني بس أكرم جاي يعني أكرم مباراة عن مباراة أصل الجماهير يا جماعة بالنسبة لنا إحنا ترمومتر يعني لما بنشوف حالة إجماع على اسمه معين يعني الشناوي في ماتشبه المراس وطبعا ده كان شيء متوقع لأنه كان ليه دور مهم جدا في حسم المباراة في ضربات الترجيح لكن كان متوقع أنه يكون نجم المباراة الأول والحقيقة يمكن برضو الشناوي في عملية التصويت دي كان اكتساح يعني ما حصلش كاونت للنقاط اللي خدها لأنه كان واضح أنه الفرق كبير جدا بينه وبين بقية اللعيب وإحنا بنتكلم يا أحمد على اللعيبة اللي جاية وعلى قد إيه فيه لعيبة كتير بيكون دي فرصتها إن هو غيابات بتخليهم يشاركوا في المباراة شايفة دعم كبير قوي من جماهير النادي الأهلي الكابتن محمود وحيد وشايفة من مبارح قد إيه يعني سوشيال ميديا كلها بتتكلم على محمود وحيد وإنه فعلا ساعات القدر بيدينا فرصة إن إحنا نسبت نفسنا إن إحنا نسبت قد إيه هو لعب مجتهد وقد إيه لعب ملتزم في التدريبات ولكن ساعات بتيجي فرصة هي اللي بتخلق النجم وبتخليه قادر إن هو يكسب السقة من جديد ويكسب كمان سقة الجماهير ترجمة نانسي قنقر